بمشاركة من سلطنة عمان بوفد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عقدت اعمال الدورة العاشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالقاهرة ناقش الاجتماع تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية بما في ذلك منطقة التجارة الحرة والاستثمار في الدول العربية كثير من موضوعات الاقتصادية التي تهم العمل العربي المشترك قد يكون اهم تلك المواضيع موضوع الامن الغذائي العربي فهو من المواضيع التي الهامة التي تهتم بها الدول العربية ومن ضمنها طبعا سلطنة عمان فلا بد من وضع استراتيجية للامن الغذائي العربي فلذلك سوف تكون هذه الاستراتيجية للدول العربية في المراحل القادمة سواء في ظهور مثل هذه الجائحات أو غيرها كما ناقش الاجتماع الاعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها الحدية والثلاثين بالجسائر يبدو جليا أن قدرة اقتصاديات الدول العربية على مواجهات التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية ستكون رهينة بشكل كبير بقدرتنا على مضاعفة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين الدول العربية كما بحث الاجتماع خطة الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل توالي الجوائح والجفاف وندرة المياه تشكل تحضيرات مجلسكم الوقر للقمة العربية القادمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية فرصة هامة لبلورة القرارات في هذا المستوى الرفيع بما يحقق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وقد دعا الاجتماع إلى توحيد الجهود العربية لتعمق مسار التكامل الاقتصادي العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية فإن الاقتصادات العربية أمامها فرصة قبرى لتمكين الشعوب اقتصاديا من خلال التنصيق والتكامل بين الدول العربية من جامعة الدول العربية بالقاهرة سحر صابري تلفزيون سلطنة عماينة